قبل ما اختر بالكلام على الكواليس والحصريات اللي انت شايفينها والتدريب وكل الاخبار المتعلقة بي صفر الفريق عايز اقول حاجة مهمة حصلت في الساعات الاخيرة ودي رسالة الجمهور النادي الاهلي لما تلاقي اخبار سلبية كتير في توقيت واحد اعرف انه هابد بلغة السوشيال ميديا بما ان احنا برنامج التريند يعني لما تلاقي اخبار سلبية كتير في توقيت واحد وفي فرق زمني قصير جدا اعرف ان هي هابد وافتكاسات ومالي هوا ليه؟ لان بكل بساطة اللي عنده خبر مش هيخبه اللي عنده خبر مش هيخبه بيرسيتاو مثلا يعني غايب بقاله مباراتين ثلاثة لو انت عندك معلومة من مطشين ثلاثة ان فيه مشكلة مش هتستنى لغاية يوم السفر الفريق لتكونه ولا هتستنى نتيجة مطش الزمالك مش هتفرق معاك انت عندك خبر هتقوله واثق فيها هتقوله ده على سبيل المثال يعني ولكن قترة الاخبار السلبية مين قاعد مين ماشي مين مجدد مين مصاب مين بيتمرض اعرف انه سكريبت الهدف منه اللقطة الترند نتشاف لانه بيتكلم على الاهلي وخاصران من الزمالك فالجمهور متفاعل فعايز يتفرج عايز يقرأ عايز يسمع ادي بقى يا عم اخبار سلبية كتير اضرب بقى اخبار من هنا واخبار من هنا احنا في الشغلانة دي الحمد لله بعنا سنين وعارفين كل واحد بيشتغل ازاي وبيكتب ازاي وهدفه ايه وطريقته ايه في برامج مش متشافة تضرب اي كلمتين في الهواء وفجأة انت وانت بتتفرج او انت وانت بتقرأ لما تلاقي اخبار سلبية كتير اعرف ان في فراغ فمحتاج اني بقى تريند لان اللي عنده خبر مش هيستنى عليه اللي عنده خبر هيقوله في وقتها لكن لما نجمع الاخبار مرة واحدة ونخليها بعد مطش الزمالك لا جمهور فاهم وجمهور واعي اقفل الصفحة دي اركز على مطش مازمبي احنا عندنا حلم تاريخي على فكرة مهم جدا ما تقررش من سنين انك بتلعب دوري ابطال افريقا فاينل عشرين عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وبإذن الله يا رب ان شاء الله داخل في الخمسة على التوالي سنة الخمسة على التوالي عشرين اربعة وعشرين دي ارقام مهمة جدا فمطش الدوري خلص مطش الزمالك خلص ثلاث نقاط وانتهوا وعندك مباراة مهمة جدا في دوري ابطال افريقيا وما علينا لو عايزين تبصوا على مين عايز صدر لك حاجة جبية وحاجة سلبية خلص مطش الدوري وانبارا حكم فيه مطش في بطولة افريقيا سوبر افريقيا الكورتلياد هل شفت اهتمام اعلامي بانتصار الاهل ببطولة قرية لا ليه لانه هو دايما عايز يوصلك الصورة السلبية خسرت من الزمالك طيب ما نكسبت بطولة افريقيا الكورتلياد وراحك اسعلم للمرة التالتة على التوالي لا 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 مش مهم الناس عارفة ان جمهور الاهل عنده اشتياق دايما يقرأ ويتابع ويتفرج على لي بتكتب وبيتقال في المواقع وبيتقال في البرامج فصدر له الصورة السلبية قول مين ماشي مين جاي مين رايح مين مصاب مين بيتمارض ولكن للأسف للأسف محدش عايز اتعامل مع وضع الاهل في التوقيت الحالي انه بيمثل مصر في بطولة قرية كبيرة جدا مفيش غيره هو اللي بيرفع على مصر في البطولات القرية نقفل الصفحة ونركز في اللي جاي مباراة مهمة جدا بإذن الله يوم السبت نتمنى فيها التوفيق يا رب للنادي الأهلي قبل مطلع الفاصل سريعا كده ماتش مازينبو والأهلي يوم السبت الساعة 3 العصر هيدير اللقاء حكم بروندي بس في كأندبيها وعلى الفار الغاني دانيا اللارية وإيفار المساعدة الرواندية سليمة ماكي سونجا في نفس اليوم يوم السبت الساعة 9 بليل بتوقيت القاهرة الترجي هي صديف سانداونز في ملعب رادس هيدير اللقاء الحكم السوماري عمر قرطان وعلى تقنية الفار الحكمة ماريا ريفيد ويعاونها ايفار الجزائري اللحلو بن براهن مباراة العودة يوم الجمعة 26 إبريل في نفس التوقيت حتى الآن الأهلي يصديف مازينبي في القاهرة 26 إبريل الجمعة الساعة 9 حتى الآن لأنه ورد يحصل تعديل في توقيت مباراة مازينبي والأهلي في القاهرة والترجي هيلعب مع سانداونز في بريتوريا في جنوب إفريقيا الساعة 8 مساء بتوقيت جنوب إفريقيا سانداونز بيلعب كل مباراة مساء في دور التمية وفي السيميفاينل لكن مش عارفين لما يواجه الأهلي الوضع هيبقى إيه ساعتها نخرج لفاصل ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر